السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك كريم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة Brighten Your Mind في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم درس مهم يهم تلاميذ السنة الثانية بكالورية نزولا عند رغبتهم رطأت أن نقدم هذا الدرس في هذا الضرفية لأنهم محتاجين أنهم يفهموه لأنه بطبيعة الحالة يتمتحنوا في هذا الدرس المهم في الموحد الوطني هذا الدرس اسمه باللغة الإنجليزية The Active and Passive Voice أو ما يطلق عليه بالعربية المبني للمعلوم والمبني للمجهول فبطبيعة الحال هذا درس مهم وبصراحة بعلاقتي مع التلاميذ والطلبة تلقوا مشاكل كثيرة في تعامل مع هذا الدرس خصوصا أنهم تختلط لهم المفاهيم وكيف تختلط لهم مع دروس أخرى وبالتالي يحسوا بأن هذا الدرس صعب لفهم بزف لكن أريد أن أطمئنهم أن هذا الدرس من أسهل الدروس ليس فقط هذا الدرس بل جميع قواعد لغة الإنجليزية فقط تحتاج إلى شيء من التركيز وقد أقول لكم بل أبشركم بأن هذا الدرس قد يفهم في دقيقة واحدة أقول دقيقة واحدة لا زيادة ولا أكثر فقط عند توفرك لبعض الأشياء المهمة وهذه الأشياء اللي بصراحة كنت نبحتي عليها شخصيا كنت نحط واحدة تساؤلات سعليش تلاميذ تلقوا مشكل في فهمي هذا الدرس فبعد بحث قصير بطبيعة الحال وفي علاقاتي مع التلاميذ تلقاهم أنهم جوج حويج ما ضبطينهاش لو هالجوج حويج ضبطوها ونتنقل من الآن يعني حيث نقول هالجوج حويج يمكنك توقف الفيديو الدابة وتمشي تراجع هالجوج حويج وغادي تلقى بأن الدرس غادي تفهم في أقل من دقيقة وانتم ما غادي تشوفوه إن شاء الله فقط كي قلت لكم نحتاج التركيز أولا الشيء الأول والمهم لكي يحتاج هذا الدرس هو ما يسمى بالأفعال الإنجليزية الأفعال بالإنجليزية كيف كتعرفوا كين نوعان من الأفعال كين الفعل ما يسمى regular verb مثلا regular verbs يعني الأفعال اللي كتحتاج القواعد في تصريفها كين قاعدة مثلا حيث نقول فعل open سنعرف بأن إلا بغينا نديرو التصريف الثاني دياله اللي هو simple past تتولي opened إلا بغينا نديرو التصريف الثالث دياله اللي هو past participle تتولي opened يعني كنزيدو فقط ed يعني كين هناك كثير من الأفعال اللي كتسمى regular verbs ed هذه ما عندناش فيها مشكل كنزيدو d في الخل أو ed مثلا watch watched walk walked إلى talk talked إلى غير ذلك يعني فقط تنزيدو ed هذه ما عندناش فيها مشكلة المشكلة فاشكايين هو فيما يسمى بirregular verbs irregular verbs هذا irregular verbs هو المشكلة اللي كي طح فيه التلاميذ وكذلك طلباء الجامعيين لأن تصريف ديال هذه الأفعال في تصريف الثاني والثالث ما كان زيدوش إيد يعني خصني نحفظ هذا التغيير مثلا عندنا دو ما ديش نديرو لها إيدو تولي دو 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 لبحر هذي شكل ما ممكنش هلو شنو كنزيرو دو تتولي did في تصريف الثاني وتصريف الثاني كتولي done يعني هاد الأشياء هادو خصني نحفظهم عن ظهري قل إلا حفظهم كن أكيد أنك ربحتي واحد الوقت كبير واحد المجهود الكبير اللي ستحتاجه في المستقبل في جميع قواعد اللغة الإنجليزية خصوصا في تصريف الأزمنة وغيرها إذن هذا مشكل لذلك أنا كان نقول من الآن ما تخسر والو عندك لستة فلوكس فورد ديالك الكتاب ديالك ديالك ديال الإنجليزية أو أي كتاب لغة الإنجليزية فآخر الصفحات ستلقاها ديالليستة هذه فبالتالي نحفظها تقول ليش ما عندهش الوقت شحال كين في هذه ثلاثة الصفحات كل نهار نحفظها سيلا غير صفحات سيماً غدي نساليهم إلا أعطيتهم طبيعة الحال وكنت مجتهد وقدرت مجهود فساعة في النهار نساليهم ما قلناك حفظهم ولكن فقط نطلع عليهم باش إلا شفتت speak ما غير ننطلعها speaked مثلاً لا أنا عارب لأنها تقول لي spoke وفي التصريف الثالث تقول لي spoken وقس على ذلك في الأفعال أخرى لذلك باش يجوكم هذا الدرس أو غير هذا الدرس سهل نحفظ أنا شخصياً في تعامل مع التلاميذ والطلبة حيث نوصل للتصريف الأفعال أو قواعد هكا ما كان دوس هذا الدرس حتى تحفظه لماذا؟ لأنهم أنا عارف الأهمية تصريف هذه الأفعال وإذا جاءك شيء فعل آخر من غير هذا الدرس فبطبيعة الحال لا ننظر هذه الدرس سوف نزيد له إيدي لذلك وأكد نحاول أن نحفظه رمت ألا ديالت نضيم وقت فقط عشر دقائق في النهار ما حالف نظر قد نطلع عليها من كلمة؟ قد نطلع على أكثر من حتى ثلاثين كلمة يعني سهل جداً ولكن تماطره وكتخلعكم ذيك لاليستو تشوفها كثيرا تقول لا أنا في النهار نعتبر عندي غير عشرين كلمة سوف تسمعنا عشر أيام وسوف نكون حفظتها وسوف نتهنى في جميع علاقاتي مع القرامير أو التصريف هذا جانب يعني واحد هو irregular verbs نضبطهم ثانياً حاجة ثانية شكونا هي هو verb to be المشكل في هذا المنين المجهوري أو passive voice active and passive voice المشكل فيه هو أنه تحتاج صريف أو تغييرات ماشي فقط في زمان واحد ولكن في الأزمينة كاملة هنا قد نهضروا على بعض الأزمينة لما تحتاج شيئاً أنه ممكن ندير فيهم passive voice ولكن محتاج الأزمينة تقريباً كاملين يعني 12 الأزمينة وبالتالي محتاج نعرف verb to be محتاج نعرف verb to be ديال كل زمن من الأزمينة طبيعاً لحال أنا في كل زمن وصلتها لها سأقول لكم verb to be لكن إلا قترته أدير المجهود أنك تدير بحث بسيط في الانترنت تدير verb to be ديال الأزمينة كامل وسأتلقاهم وإن شاء الله أنا في آخر الفيديو سأحاول أن أعطيكم تغييرات لكينا أو verb to be في الأزمينة كاملة لكي تفادوا هذه المشكلة إذن مشكلين اللي عندنا راهم تحلو irregular verbs verb to be مع الأزمينة كاملة فالآن تقلوا الدرس وسأتشوفوا بأنه سهل جداً إذن على بركة الله أولاً عندنا passive voice هذا passive voice في قش كنستعمله يعني هذه المسألة مهمة هو فقاش كنستعمله هذا passive voice وعليش قاع أصلاً كائم لإستعمال الأول passive voice هو حيث تكون عندنا واحد الليدر الفاعل يعني هو الفاعل غير مهم في الجملة غير مهم مثلاً نقول بالدارجة كما نفهمه الورد تفرق الورد تفرق الورد تفرق كل فرق الورد ليس مهم بالنسبة لنا فلان أو فلان اللي فرقتنا هذا الورد لا لدينا مشكلة إذن الهدف هو أن الورد تفرق إذن هنا هذه التفرق هو passive voice اللي هو المبني المشهول إذن الورد تفرق مثل آخر عندنا مثلاً رئيس تم اغتياله تم اغتياله إذن اغتيال تغتال مهم بالنسبة لنا 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 هو التغتال ماذا نقول باللغة الإنجليزية The president was assassinated this morning مثلاً هذا الصباح تم اغتياله باعي ما يكون مهم هذا هو الاستعمال الأول إذن حيث لا يكون لدينا مهم هذا كذلك تستعملوا passive voice في الاستعمال الثاني حيث لا نعرف ماذا ندر الفعل مجهول مجهول لا نعرف مثلاً سرقت البنك البنكات سرقت ماذا سرقت لا نعرف إذن هنا في نظركم كيف سنعبروا عن البنكات سرقت سنقول اه سنسرق البنكة شيء واحد إذن مجهول هنا في هذه الحالة سنستعمل passive voice مثلاً The bank was robbed yesterday مثلاً ترقت البارحة was robbed هذا passive voice وكذلك هناك استعمال الثالث وهو أن في استخدام passive voice في اللغة الإنجليزية يكون تكون الجملة مختصرة لذلك يحتاج الإنجليزيين كثيراً يستعملون في الحياة اليومية لأنه يعطي جملة مختصرة وكما نعلم بأن تعلم لغة الإنجليزية معروف عليها الإختصار و to the point تمشوا مباشرة لكلام حتى في الرسائل وهذا موضوع آخر ما كان لقوش هذه المقدمة السلام عليكم أنا جيد سعيد لأخذ هذا القلم الأزرقي في الليلي يعني هذه الدخلات باللغة الإنجليزية ديريكت تتمشير الموضوع مباشرة عزيزي فلان أو السلام فلان أكتب إليك من أجل هذا الموضوع والسلام عليكم لا نكون كثيرا مهم هذا موضوع آخر يمكن أن نهضر عليه في الجانب ذلك writing إذن عندنا ثلاثة الإحواج معروفة الآن ننتقل إلى ما هو عملي كيف يمكن أن نغير واحد sentence جملة من active to the passive نغيرها من البنين المعلوم المجهول نحن نأخذ واحد الجملة ونقص عليها بجميع الأزمنة لكي لا نتلفوش الجملة هي كالتالي وهي جملة معروفة ومتداولة I do my homework I do my homework أقوم بواجباتي بطبيعة الحال المنزلية هذه I do my homework تتكون هذه الجملة من فعل وفاعل وانفعل به الفعل أو subject زائد verb زائد object مزيلا هذه المكونة هذه الجملة يعني الجملة حيث تكون في الـ active voice ستكون فيها subject verb and object مزيلا نريد أن نعود إلى passive voice بني للمجهر ما نفعله؟ هذا الـ object يأخذنا البلاسة subject my homework سنعود مزيلا my homework ما نعود غصنا هنا زائد verb to be احنا قدرنا على verb to be مزيلا ما من verb to be verb to be ركين 12 الأزمنة هذا سؤال مهم verb to be ديال في الزمن اللي كان عليه الجملة الأصلية اللي هي في الـ active voice صافي؟ هاد الجملة I do my homework أش من زمن طبيعة الحال present simple مازي شكون هو verb to be في present simple verb to be في present simple هو am is 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 مازي ما سنضع هنا is 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 my homework it's مزيلا very good ما سنضع اخر سنضع past participle of the verb اللي هو التصريف الثالث الفعل مازي هاد الفعل هادا do irregular verb or irregular verb طبيعة الحال irregular verb يعني هاديك لانيس احنا عودا رجعنا المشكل الثاني اللي عندكم اللي هو irregular verbs مازي do شنو كتقول لنا في الصرف الثالث done هوا أم البن صافي الجملة ثالث my homework is done هادا هو passive voice لا يحتاج حتى دقيق I do my homework my homework is done by me بلا ما تزيدها هادك by من طرفي إلا كان هذا اللي قال الفعل في active voice damir pronoun بلا ما تكتب by me ولكن إلا كان معرف مثلا نقول Sara does her homework يمكنك تقول by Sara إلا كان معرف ما كان معرف لا حتى إلا ما درتها مقبول وعندك نقطة جيدة الأساس والمهم في هذا الدرس اللي كي يحسبو عيها هو هذا التصريف verb to be plus past particip هذه سهلة نعطيه نفس المثال مع زمان آخر اللي هو مثلا present continuous very good نفس المثال I am doing my homework أنا تنقوم بال الواجبات المنزلية ديالي الآن now present continuous تستعمل حاجة now هذا إن شاء الله قد ندير السياسة خاصة على طريق على الاستعمال ديال الأزمينة كاملين بطناش في اللغة الإنجليزية ماتا وكيفا تستعملوا المهم ده بحنا نشوف غير القاعدة لإنكم في هذه اللحظة محتاجين تتحدروا محتاجين تمتحنوا فيما هو كتابي وبتالي التعامل مع الكتاب I am doing my homework subject هو عندنا I am وعندنا I plus the verb I'm doing when plus the object اللي هو my homework مازين عشان من زمن هذا present continuous variable القاعدة الobject يأخذنا بلاسة subject my homework وعندنا I am doing وعندنا I am doing verb to be شمين verb to be ديال هاد اللوطن اللي كان في active voice المشكلة اللي توقع عليكم خصوصا صحاب الباكالورياء هو أنه تقول كان هاد الباسيفوز ما بغاش يدخل للدماغ الواقع أنه كيعرف هاد irregular بعض الأحيان كيعرف حتى verb to be كيختلق ليه معاما واحد الدرس اللي اسميتو A reported speech باش نحسمو هاد المسألة هاد A reported speech يتغير الزمن مثلا present تتولينا past present continuous تتولينا past continuous وغيرا يعني يتغير الزمن فال passive voice لا يتغير الزمن كنحافظوا على verb to be في نفس الزمن ديال active voice نفهم؟ واقلوا على هذا active voice يبقى verb to be يبقى نفسه الزمن لا يتغير في passive voice reported speech يتغير قيدوها بهذا الشكل وغادي تظهر وغادي تحسوا بالفرق إذا نرجع كيف قلنا عندنا present continuous غادي تولي my homework شنو قلنا القاعدة plus verb to be واخر verb to be ديال شنو؟ ديال present continuous شكون هو؟ is being is being واحد المسألة هنا تربطوا لها البال باش تتعدكم حتى في التذكير أو التذكر هي أن دائما حيت سمع شيء tense يعني زامن فيه continuous أو progressive عربي إن فيه ing أوكي؟ I'm doing I'm watching I'm giving I'm preparing إلى غير دالي عربي مكينا ing ماذا؟ حتى verb to be فيه ing إذا نحن هنا هنا present continuous هاش قلنا my homework غادي تولي is being is being ولا are being بطبيعة تحن غادي ندير هنا is being حيث my homework so my homework is being شنو أخو؟ plus past participle of the verb is being done اللي هو verb do very nice صعيب؟ ما صعيبش انتقلوا المثال آخر وإذا بغادي نحاول نسلبي شي شوية باش تعرفوا التغييرات إذا عندنا كذلك past simple past simple I did my homework subject verb did and object my homework object ياخدنا البلاثة subject my homework plus verb to be عش من tense عش من زمن هو simple past لحقا جعمدنا الجملة في active voice simple past شكون هو verb to be simple past هو was ولا were very good وحدي ناخد هنا was لاش حيث my homework so my homework was past participle of the verb was done صعيبة so my homework was done okay it's done let's move on to next tense نحضروا على مثلا past continuous past continuous I was doing my homework okay شنعوتاني عندنا هنا هيا عادين هزو my homework ولي subject plus past plus verb to be اللي هو was being ولا were being was being or were being plus past participle of the verb do so my homework was being done صعيبة ننتقل إلى مثال آخر مع زمن آخر أو زمن آخر نضع إلى present perfect present perfect I have done my homework subject plus the verb have done plus my homework objects my homework very good هنا يخصنا verb to be ديال في present perfect verb to be present perfect هو has been or have been have been So هنا نضع بطبيعة الحال has بكتمشة my homework has been done my homework has been done verb صعيب؟ لا بطبيعة الحال إذن ننتقل إلى مثال آخر past perfect I had done my homework I had done my homework my homework خصنا هنا آخر ثاني verb to be past perfect my homework had been had been what was past perfect verb to be هنا past perfect verb to be تتبقى دائما had ما تتغيرش مع جميع الضمائع So my homework had been done my homework ننتقل للمثال آخر مع future مستقبل I will do my homework I will do ديال من ديال الفيوتر سيمبل اللي هو ويل بي مع جميع الضمائر لا يتغير صحيب هذا الدرس؟ أسهل ما يقول تقول لنا في هذا الزمن ديال الاسمبل الضمائر عفوين صحيب؟ ما صحيب؟ ولا نهضروا على أمثلة أخرى مثلا مع الموضل الموضل مثلا تقولوا I must do my homework عشن عد خصنانية؟ verb to be في الموضل شنو كنذيل هنا؟ كنخليو ذاك الموضل تنزيدو غير be must be done must be plus plus participle done so my homework must be done I should do my homework my homework should be done I can do my homework my homework can be done يعني فقط تنزيدو be مع الموضل واحد مسألة أخرى هو verb to مع passive voice ما استعملناش مع واحد الأزمينة اللي هما ربعة اللي هما present اللي هما future continuous ومع future perfect continuous and past perfect continuous and present perfect continuous هادو ما استعملنا ومش معهم لأنها تتبقوا grammar أو القواعد اللغة الإنجليزية بأن الجملة لا معنى لها إذا استعملناها مع هذا المثل لكن هذا لا يعني بأنه لا تستعمل فممكن استعملوها ولكن كأنها ركاكا لا معنى لها لذلك ما تدعوش رتكم بهذه الأزمينة ولكن إذا بغيتوا تعرفوا التغييرات ترى النفس القاعدة مثلا present perfect continuous I have been doing my homework my homework has been being has been being done future past perfect continuous the same thing I had been doing my homework my homework had been being done مع the future perfect continuous I will have been doing my homework my homework will have been being done وكذلك مع the praise future perfect I will have done my homework my homework will have been done مع present perfect future perfect وطبيعة الحال ممكن نستعمله إذا هذا هو الدرس بكل سهولة ما فيه مشاكل ما فيه والو تضيعوا نقطة مهمة في الامتحان لكم في language يعني في البكالوريا وهي سهلة جدا أنا إن شاء الله سنخلي في آخر هذا الفيديو بعد الجمل أمثلة ونريد أن تفاعلوا معهم ونرى الأجوبات نرى الأجوبات لكم الآن نحاول أن نعطي أمثلة لكي تعرفوا بأن هذا الدرس سهل جدا والقاعدة التي هضرنا عليها هي الممكن أن تضبقه بدون خوف ونساعد لكم reported speech again سوف نقول reported speech سوف يتم تغيير الزمن presently past إلى غير ذلك نعطي أمثلة هنا لا يتغير في passive voice يبقى نفس الزمن فقط verb to be في نفس الزمن نعطي مثال هذا كيف تلاحظوا امتحان البكالورية للوطني 2018 في اللغة الإنجليزية مثلك الشعب الشعب العلمية والتقنية والأصيل والأصيلة نرى واحدة مية تلحطينه هنا سؤال التي يقول لك rewrite the sentences beginning with the words given وكي يعطيك الجملة وتتبدأ بحالي يعطيك مثلا I do my homework وعطي الجملة بديئة ب my homework فطبعا تعالي هناك تفهم بأن ندرها passive voice لأن الobject رجعنا لل passive سوف نرى المثال التي يعطينا هنا students سوف نحاول كسب لكم students will complete the first module in three weeks time وعطينا الجملة كسب لك the first module يعني the first module شنو ينضف الجملة الأصلية students will complete هذا future simple شنو قولنا تقول لي the first module بخصنا the verb to be لها هذا الفعل اللي هو will be okay will be completed will be completed نعم so the first module will be completed in three weeks in three weeks of course by students ها نقطة تضيعها سهلة مهلا كيف نقلوه بالدريجة مغربية شوفوا مثال آخر مع تمرين آخر الرجل روح 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 سهلة بخصوصة مغربية وكما تبعو هذا في المنزل مغربية ماذا؟ عضينا الجملة بسام سكولز يعني الوبجيكت تحولونا السبجكت شنو قادري ندرينا؟ سام سكولز ما تنساوش بإننا حيث نديرو verb to be سيكون تطابق مع السبجكت الجديد مثلا رايح ندر نهاز حيث ولكن دابا رجعتنا ما ديش نديرو هاز قد نديرو have يعني نفس نقصد نديرو verb to be في present perfect اللي هو has been ولا have been أنا قد نديرو have been ألاش حيث رايح عندنا بطبيعة الحال some schools عندنا بطبيعة الحال some schools إذن شنو غادي نديرو هنا يا some schools yes غادي تولينا الجملة some schools have been ok built some schools have been built some schools have been built built يعني هو الفعل built بصبار سيسيبل ديالو هو built هانتم معه يعني يمكنك عارف القاعدة ولكن لو عارفتش تصرف irregular verbs غادي يكون عندك هادا المشكية لذلك اركز و واكد مرة أخرى استعمال irregular verbs ضروري ضروري خاصلك تحفظهم وما تضيعش الوقت لذلك بعض الأسئلة كانت تغييرها في هذه الموحدة إذا أردت من هذا الدرس أنه تكونوا فهمتوه والآن لا يبقى لديكم مشاكل وأنا راهنا الإشارة لكم وأنا أردت أن تقسموا هذا الفيديو مع المهتمين خصوصا الناس المقبلين على اجتياز هذا الموحد والناس الذين بطبيعة الحال الذين يريد أن يفهموا هذا الدرس لكن أي تساؤل أتمنى أن تفاعلوا بكثرة مع هذا الفيديو ويجاوبوا على بعض الجملة التي سأعطيكم التمارين سأعطيكم في الـ Active Voice وأنتم سأحولهم لكي ترى ما يستفتون هذا الدرس أو لا وأنا سأعطيكم كذلك سأعطيكم في الأخير تصريفات كيف وعدتكم مع جميع الأزمينة لكي تحولهم سأعطيكم فقط ترجع هذه التغييرات وضع الفيديو أتمنى أنني لم أكن طولت ولكنني حاولت أعطيت ما يمكن أن تقديمه من المعلومات دائما إلا تلفتون لديكم تساؤل ما تقدرش تتبقى تالفه لكن تقدر ترجع الفيديو وتلقى بأن نرى التساؤل ذلك تم الإجابة عليه في فقرات هذه الفقرات أتمنى لكم يوم مبارك سعيد وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر